لو البنت متعلقة بشاب وامها واهلها مش موافقين عليه تماما ازاي نتصرف معاها اللي سمعناها ده وكالعادة كانت مشكلة بعتتها لي متابعة من متابعات القناة الكرام في البداية احب اشكر حضرتك على كلامك الجميل واقول لحضرتك اكيد جزاكي الله كل الخير على حسن المتابعة وحسن التعليق مشكلة بنوتة حضرتك ان هي بتحب شاب زي ما انا فهمت وحضرتك وباقي الاهل مش موافقين تماما على هذا الشاب الحقيقة الكلام محتاج يكمل ولكن انا حقول شوي التفاصيل علشان حضرتك وعلشان باقي المتابعين الكرام يعرفوا يقدروا او يقدروا يحلوا المشاكل المشابهة ولكن انا اتمنى من حضرتك تبعاتيلي المزيد من التفاصيل ليه الاهل بيرفضوا الشاب او الشاب اللي متقدم لبنته هل هو مثلا من طبقة اجتماعية او social class اقل هل هو مديا اقل منهم هل هو مش متدين هل هو كذاب هل هو بخيل هل هو مثلا تعليمه اقل من تعليم الفتاة كل دي حاجات لازم توضع في الاعتبار وانا هحاول على قد ما اقدر ارد على حضرتك في الفداية بس هقول كلام عام لازم حضرتك تدي للشاب فرصة تانية اذا كان مفهوش عيب قاتل يعني يعني لو هو مثلا مش بخيل متدين ومن بيت طيب حتى لو كان ماديا اقل شوية من نكوة او من طبقة اجتماعية اقل شوية منكم مش كذاب ما عندوش صفات مش منحرف يعني ما عندوش صفات يحجل منها بيشتغل في وظيفة معقولة درجة تعليمه قريبة من تعليم بنت حضرتك سنه قريب من سن بنت حضرتك يبقى لازم حضرتك اذا سمحتيلي تدي له فرصة تانية قبلوه قبلو الشاب اسألوا عليه طبعا في الاول لو لقيتوا ان هو مفهوش الصفات القاتلة دي يعني مش بخيل مش بتاع ستات ما بيلعبش امار مثلا لا يتعاطى المخدرات مش حرامي يعني مفهوش الصفات الفضيعة اللي احنا لو كانت موجودة في حد ما ينفعش يكون زوج لابنة الكريمة لو مفهوش الصفات دي وكان سنه قريب من سنها درجة مؤهله التعليمي قريبة منها الطبقة الاجتماعية وانقلت قليلا تكون برضو قريبة منها بيشتغل في وظيفة كويسة عنده الدخل اللي يقدر يصرف بيه عليها وعلى بيته وعلى اولاده فيما بعد يبقى ليه ما ندلوش فرصة تانية لازم نديله فرصة تانية طالما سألنا عليه ولقينا مفهوش عيوب خطيرة يبقى نديله فرصة تانية حد من الاهل زي مثلا الاب او العم او الخال يقابلوا الشاب ويشوفوا هل هو فعلا جدير بنتكو ولا لا لو لقينا ان هو فعلا خلاص يعني احنا تأكدنا ان هو غير جدير بالزواج من ابنتكم يبقى نعمل ايه او نتصرف ازاي طبعا مش حينفع ان احنا فجأة كده نقول لها ابعادي عنه فورا ده لا يليق ومش حينفع انك تتجوزي لازم نتكلم معاها بالعقل ونقول لها يا بنتي ده في واحد اتنين تلاتة اربعة ده لا يصلح اب لأولادك ونفهمها ان الجواز مش علاقة بين اتنين ده علاقة بين عائلتين يعني انت لما هتخلي فيه اخوكي حيبقى خال اخوه عفوا حيبقى عام الاولاد والده حيبقى جد الاولاد والدته حتبقى جدة الاولاد وبعدين مش الحب وحده هو اللي بتبنى عليه البيوت ونبتدي بقى نقول لها والله هو مثلا درجة تعليمه اقل من درجة تعليمك فمش هيبقى فيه تكافؤ لو هو مديا اقل نبتدي نقنعها بالراحة ونقول لها خلي بالك انه ممكن يبقى عنده عقدة تسبب لكم مشاكل كتير جدا في حياتكم انت في غنى عنها وممكن كمان اسرته يبقى عندها مشاكل نفسية نحيتك او نحية العيلة بتاعتنا احنا في غنى عنها لو هو بقى عنده مشاكل كبيرة يعني مثلا بيتعاطى مخدرات فنبتدي بقى نقول لها هل انت تقبلي ان ابو ولادك يكون بيتعاطى مخدرات هل انت تقبلي ان ابو ولادك يبقى لص يبقى كذاب يبقى بخيل لو هي مثلا كانت بتحبه لدرجة انها مش شايفة عيوبه نبتدي نقول لها امثلة ده هو عمل كذا في اليوم الفلان ده هو مثلا لما جالنا ما كانش جايب معا حاجة يعني نبتدي بقى نقول لها امثلة حصلت في الحقيقة نبتدي ننصح نصايح لحياتها المستقبلية نقول لها ان الجواز مش حب وبس انت لما هتتجوزي هيبقى عندك مسئوليات وحيبقى عندك حاجات كتير جدا الحب ما بيدمش الحب بعد كده بيتحول لعشرة طيبة هل انت حينفع يبقى بينك وبين هذا الانسان اللي عنده العيوب الفلانية ونبتدي نعدد لها عيوبه عشرة طيبة هل هو ده الانسان ان انت اللي انت لقدر الله لو عيتي او تعبتي هيقف جنبك هياخد بايدك في حالة انك تعبانة هل مثلا ده الانسان اللي انت تقدر يتعتمدي عليه لو حصل لك المشكلة هل هو ده هيكون لك سند وضهر هل هيبقى واقف في ظهرك لما يحصل لك اي مشكلة احنا يا بنتي مش عايشين لك طول العمر لكن زوجك ده هو اللي هيبقى بعدنا بيجب لك حقوقك وبيحافظ عليك وهيبقى قائم عليك وعلى رعايتك هل هو الشخص ده اللي هينفع ان هو يبقى الزوج اللي يعتمد عليه هل هو الشخص ده اللي ينفع تكباري معاه بلاش كل ده هل الشخص ده هو اللي هيحقق لك طموحك فاكرة لما كنتي بتتمني تعيشي في بيت شكله كذا وكذا وكذا وولادك تعلميهم الفضيلة والاخلاق وتعلميهم كذا وكذا هل هو ده الشخص اللي هيقدر يساعدك في تربية ولادك تربية حسنة زي ما احنا رب ناكي لازم تتكلموا مع البنت وتنقشوها ما ينفعش تقولولها سبي وخلاص وده يبقى يعني كأننا مثلا اللي بياخد القرار ده ديكتاتور ما بيتنقش لازم تنقشوها طيب لو نقشناها وفعلا الشاب ده كان غير جدير بيها خالص وما ينفعش انه يتجوزها وهي مصممة نعمل ايه ممكن مثلا نتكلم معاها هل هي عايزة تتجوزوا عشان حست انها كبرت وخايفة مثلا يفوتها قطر الجواز لأ نناقشها نقول لها ده مش مبر حاجة تانية او الحاجة اللي بعد كده هل مثلا في مشاكل في البيت او ولدها او حد من العيلة او حد من العايشين معاها في البيت من اخواتها كبار مثلا بيعملوها معاملة وحشة فهي عايزة تهرب ما احنا لازم نشوف برضو لو في حاجة كده في البيت لازم نحلها فورا لازم نشوف ايه السبب يعني لو هي مش قصة انها متعلقة بيه ولكن هي عايزة تهرب من البيت اللي هي عايشة فيه لبيت جزها علشان فيه مشكلة نحاول نقرب من البنت اكتر ونحللها المشاكل وانه ايه شاف ده هل انت يا بنتي هنا في حد في البيت مدايقك هل مثلا انت بتعملي كده عشان تهربي من معاملة والدك او من معاملة اخوكي الاجبر او جدك او حسب هي عايشة مع مين في البيت لازم نتكلم معاها والنقشها في ده ولو ده فعلا موجود نحاول نحله ونشوف ايه الاسباب لكن لو الموضوع بقى قفل خالص ولقينا ان هي مصممة ممكن نحاول برضو بالطرق السلمية يعني مثلا نقول لها خلاص انت عايزة تتجاوزي اتجاوزي وانا حاجة احنا هنجهزك وهنعملك كل حاجة بس يوم يغلط معاك او يعملك ويعمل معاك المشكلة الفلانية اللي طبعا حضرتك او حضرتك عارفين ومتأكدين انها هتحصل احنا ملناش دعوة ما تجيش تشتكلنا دي محاولة ممكن بقى بعد كده نبتدي بقى نواجه الولد نفسه نتكلم معاه ونقول له يا ابني انت غير مناسب لبنتنا عشان عندك كذا وكذا وكذا وبردو المواجهة تكون بطريقة شيك وبطريقة لطيفة وممكن نتكلم مع اهله ونقول له والله الوضع كذا 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 والجوازة دي احنا مش موافقين عليها ممكن كمان نرشح للبنوتة عريس تاني يعني من غير ما تاخد بالها مثلا يكون ابن خالتها او ابن صديقة حضرتك فنعزمهم ونحاول نسيبهم يتكلموا مع بعض فهي تحس ان في حد احسن من الشاب اللي هي متعلق بي ده لازم نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقنع البنت ما نحسسهاش ان احنا اجبرناها انها تسيب حد بتحبه وطبعا اجبر غلطة نعملها ان احنا نفرض عليها عريس تاني عشان تبعد عن العريس ده يعني احنا كده تقريبا نبقى ندمر لها حياتها فده مش صح ابدا وما يصحش ان احنا نعمله ولكن احنا نوريها الاحسن نوريها الشاب اللي مركزه مرموق اللي ممكن يبقى اوسم شوية من اللي هي بتحبه اللي من نفس الطبقة الاجتماعية بتاعتها ونبتدي نخرج نروح معاها في عزومات عائلية يكون الشاب ده موجود من غير ما نفرض عليها حاجة ولا حتى نكلمها في الموضوع احنا نسيبهم هم يقربوا لبعض من غير ما نحسسها ان احنا بنفرض عليها اي حاجة وفي النهاية الجواز يا متابعة الفاضلة اسمه ونصيب هي لو ليها نصيب في الشاب ده او غيره ان شاء الله احنا دايما بنحاول نختار لبناتنا الزوج المناسب ودي برضو وجهة نظرنا احنا ممكن وجهة نظرنا دي تكون صح او مش صح وان كانت انا متأكدة ان في موظم الحالات وجهة نظر الاهل الاكبر سنن والاكثر خبرة بتكون صح وده لازم برضو ان احنا بصورة لطيفة كده نوصله للبنت ما نقول لهاش احنا صح وانتي غلط لا طبعا بس هنقول لها احنا يا بنتي اكثر خبرة منك وهنبتدي بقى نحكي لها حكايات مرينا بيها احنا شخصيا او مر بيها حد من العيلة يعني نبتدي نقول لها شوفي فلانة اتجوزت عن حب وضد رغبة اهلها وحصل لها كذا وكذا وكذا ويفضل طبعا انها تكون امثلة حية حد هي تعرفه من الجيران من العيلة من الصديقات او الاصدقاء او حتى صديقات او اصدقاء الوالد او الوالدة او الخالة او العمة او اي حد بس تكون هي عارفة القصة وحتى لو مش عارفاها نخلي حد هي بتصق في كلامه من العيلة يعني مثلا لو هي عندها خالة مقربة ليها او عمة مقربة ليها هي اللي تبتدي تتكلم معاها بالراحة برضو وتنصحها وتقول لها والله يا بنتي الولد ده مش مناسب علشان كذا وكذا وكذا وشفتي اللي حصل لفلانة او اللي حصل لي انا شخصيا او اللي حصل لبنت عمتك او بنت خالتك حصل لها كذا وكذا وكذا حد مناسب وشوفي بقت فين دلوقتي شوفي عندها ايه شوفي بيعملها ازاي شوفي هي بتحب وقد ايه وبرضو نبين لها ان ممكن جدا حد هي شايفا مش مناسب بعد الجواز العشرة الطيبة تخليها تحبوا وتقربلوا ونصيحة لحضرتك يا متابعة الكريمة والكل حضراتكم ما تجبروش بناتكم على حاجة دايما نقشوهم دايما اختاروهم ولكن ما تحسسوهم شب ده يعني اختاروهم وقربوهم من اختياراتكم علشان يحسوا ان هم اللي اختاروا يعني دايما اعرضوهم المزايا والعيوب وصيبوهم هم يختاروا وا اكيد مع التربية الحسنة و بناتنا المتربيين على الدين وعلى الاخلاق وعلى المصل والقيم اكيد هيختاروا صح فارجوكو اذا لقيتوا ان فيه بعريقة امل حتى لو يعني شعاع امل صغنن كده ان الجوازة دي تنجح عيدوا النظر وبصوا ودوا فرصة تانية للبنت وللولد يمكن لعلة وعسى ربنا يجعل في هذا الشاب اللي حضراتكم رفضينه الخير واتمنى يا رب كل السعادة لبنت حضرتك ولكل البنات والأولاد وكل التوفيق وكل الحب مني لكل حضراتكم ولكل بناتكم وأولادكم في نهاية الفيديو اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو تعملولو لايك وكمان تعملولو شير علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس واذا كنتم اول مرة بتشرفوني بالمتابعة ارجوكو كمان شرفوني بالاشتراك في القناة عن طريق انكم تدوسوا على الزرار اللي موجود تحت الفيديو باللون الاحمر او الكلمة اللي موجودة تحت الفيديو باللون الاحمر كلمة سبسكرايب او اشتراك شكرا لكل حضراتكم وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي